السلام عليكم السلام عليكم مرحبا بكم في فيديو جديد اليوم سنتحدث عن التوضيح تلقيت عديد من الأسئلة على نظام الهجراء لك عن طريق مقاطعة نيو برونزويك فهذا الفيديو رغم أنني حطيت خمس فيديوهات فما زالك نتلقى عديد من الأسئلة لأن النظام تبدل النظام البروغرام هو عرض طريقة هذا البرنامج هي التي تبدلت اليوم سنوضح الأمر لأن الناس المهتمين بالطريقة يعرفوا النظام الجديد 2020 لذلك قررت أن نضع فيديو جديد سنوضح فيه النظام الجديد الذي يجري إلى كندا عن طريق نيو برونزويك تغييرات اللترات على هذا البرنامج على هذا البرنامج فما يخص الشيء الأول من السؤال للأخ فالحضور لم يعد ضروري لم يعد ضروري الحضور الكندا لكي تقدم هذا البرنامج من السؤال ولكن الحضور لهذه المحاضرة يعطي حضور حدود أوفر لأنه سيكون لديك معلومات أكثر حول هذه المقاطعة وتكون مسجل عندهم في قاعدة المعلومات الخاصة بهذه المقاطعة هذا هو الامتياز الذي يبقى عندك إلى حضرتي هذه الندوة التي يديرها في البلد قبل أن تدير الزيارة الاستكشاش فيها هذا فيما يخص الحضور يعني لم يبقى ضروري ولكن إلا حضرتيك يعطيك حضور أوفر هذا هو الفرق لي ولا فيما قبل فيما يخص الشق الثاني من السؤال في القانون القادم كان ضروري حضور المحاضرة التعريفية يعني لا يمكنك تقدم على هذا البرنامج إلا حضرتيش هذه المحاضرة التعريفية من أجل ملاقات موظف الهجرة يعني وتمد بالسيرة الداتية الوثائق الخاصة بك البطاقة الوطنية وقال المعلومات التي تخصك وعندما يرى أن يتوفر فيك المتطلبات يرسل إليك دعوة من أجل طلب التأشيرة لزيارات المقاطعة وهو يدرس الملف يعطيك دعوة هي التي تقدم بها التأشيرة في البلد للكندا لكي يعطيك هذه التأشيرة تبدأ في البروصيدير تبدأ في الإجراءات الزيارة التكشافية هذا ما يسمى الزيارة التكشافية كل هذا حدف هذا القانون القديم تحضر إليها وتحضر إليها وتمد الإجراءات بالمعلومات لكي يعطيك وعندما يرى الشروط وتعطيك وعندما يتوفر تأشيرة هذا هو القانون يقدم في الصغة الجديدة يمكن لكم أن تبدأ في الزيارة التكشافية إلى هذه المقاطعة لكن بعد أخذ الفيزا تخبرون المقاطعة عن طريق رسالة يعني عندما تحضر الكنفرنس تبعث واحد الرسالة في واحد الإيميل اللي سأضع لكم هنا أسفل الفيديو هذا الإيميل إنيسياتيف ستراتيجيك AeroBasch GNP .ca يعني إنيسياتيف ستراتيجيك AeroBasch Gouverneumonio Brunswick مختصرة gmb.ca .canada بثلاثين يوم قبل وصول المقاطعة يعني أنت سيفدتي واحد الرسالة كتطلفي هذه الزيارة ديالك للمقاطعة يعني بشغة تدير الإنسياتيف ستراتيجيك كيرتضع لك كيرتضع لك على الهتمام ديالك بزيارة المقاطعة أو الهجرة إلى كندا عن طريق نيو برونزويك عن مقاطعة نيو برونزويك أنت عندما تأتيك الفيزا كتخبرهم ثلاثين يوم قبل وصول المقاطعة يجب عليهم الفيزا مع الإتباتات يعني حجز الفندق حجز تذكيرات الطيران هذه إتباتات باللينتا ركجي فهذا البرنامج هذا مبني على ثلاث ركائز الركيزة الأولى هي نية الاستقراف المقاطعة يعني هذا الركائز مبني على هم يمشون معك في الملف في ديالك على أساس أنك تستقر عندهم هذه الركيزة الأولى ستستقر في نيو برونزويك ستأخذ الفيزا و ستأخذ الوراق و ستأخذ الوراق و ستأخذ الكيبك أو ستأخذ أونطاريو فهذا ستقدم على هذه الخطوة سيكون رفض تام الملف فكتبلي اليوم أنك مهتم أنك ستقوم هذه المقاطعة هذا جد أساسي الركيزة الثانية هي السيلة المقبولة في هذه المقاطعة السيلة المقبولة تكون على ثلاثة الأوجه إما تكون حاصلة على عرض عمل يعني يعني تكون عندك تدليبها المقاطعة إما تدير زيارة استكشافية يعني في الفيزيت إما الدعوة مباشرة من المقاطعة أي أن المقاطعة تضع لها الملف و ترى مفرفة الشروط المقاطعة من المقاطعة التي تحتاجها في هذه المقاطعة فهي تقوم بإختيارك مباشرة و ترسل لك القبول حتى تبدأ في إجراءات لك من أجل الاتحاق هذا المقاطعة فهذا كان باختصار يعني توضيح حول القانون الجديد لا أريد أن نطول عليكم و يستحسن أن تكون قد حضرت من قبل لمحاضرة تعريفية للمقاطعة من أجل حدود أوفر فأنت من أن تحضر هذه المقاطعة التي يديرها في البلد دائما تكون لديك حدود أوفر لأنك تستطيع توضع أسئلة التي يجاوبك على الممثل الممثل من الهجرة التي تكون في البلد فأنت تقدم جواب 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 مصادر جدا موثوقة وهذا أول متياز الوحيد الذي تقدم الحضور في البلد فأنتمنى أحد موثق للجميع و أشكر الأخوة التي ترسلوا معي عبر القناة و كنت أتمنى أيضا أنكم تبرتجوا القناة مع أصدقاء لأن أكثر ما تزادوا في القناة أكثر ما يكون أسئلة أكثر و تقدر تغيب عليها بعض الأمور و تحضر على بعض الأخوة الذين هم مقابلين بما أن أنا مقيم هنا لا ترد لها بعض الأخوة في الأسئلة لها تكون الإفادة شاملة لذلك نتمنى أن نكون قناة جميعا قناة لدينا 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 جميعا و أتمنى أن أتصال معي في القناة أي سؤال كان أي سؤال في الدهن ممكن تبعتوه لي الحاجة التي أعرفها لم يكن تعطل لم يكن لدينا وقت لم يكن لدينا مباشرة لكن سؤال لدينا إفادة شاملة لأن نفس المرحلة يكون مقبلا لأشعاص آخرين شكرا لدعمكم من القناة والسلام عليكم وإلى اللقاء في فيديو قادم السلامة الله وبركاته